موسيقى قتلى وجرح حوثيون بالعشرات والميليشيا تواصل الزجة بجحافلها إلى الموت في مأرب حاملة الالكترونية تطالب القبائل في مراتق الميليشيا بحماية أبنائهم وعدم السماح لهم بالقتال مع الحوثي موسيقى مجالة أمريكية تصف خطط بايدن للسلام في اليمن بالفاشلة والمشجعة لاستمرار جرائم الميليشيا موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين وإلى نشرتنا لهذا اليوم كسرت القوات الحكومية ورجال القبائل محاولة تسلل حوثية للوصول إلى مواقع الأولى جنوب جبهة الكسارة غربي مأرب وذكر مراسلنا أن القوات الحكومية ورجال القبائل خاضوا مواجهات استمرت ساعات وتمكنت من كسر الهجوم وتكبيد الحوثيين حشرات القتلى والجرحة كما أفشرت القوات الحكومية والمقاومة هجوما آخر من محاور عدة بعد أن حشدت الميليشيا مقاتلين جدد في جبهة المشجح المحاذية للكسارة مضيفا أن قرابة 37 عنصر من الميليشيا لقوا مصرعهم في جبهة المشجح وتزامن مع ذلك تدمير طيران التحالف أربعة أطقم تحمل تعزيزات الميليشيا في جبهتي الكسارة والمشجح بعد أن ظهرت حقيقة انتصارات الحوثية الزائفة التي تحطمت على أسوار مأرباء يؤكد مراقبون أن الأوانى حان لتحريك كافة الجبهات في مختلف مناطق الاشتباك مع الميليشيا لاستكمال تحرير الوطن وصولا إلى تحرير العاصمة صمع مأرب صخرة جمهورية صمى تكسرت عليها هجمات ميليشيا الحوثي قيلة شهر كامل وتصدت ببسالة للزحوفات الحوثية ليثبت أولو القوة والبأس الشديد وطلان الدعاء الميليشيا باقتراب السيطرة على حقول النفط والغاز وزيف الدعاية الحوثية التي غررت بالكثير من أبناء القبائل الناطق باسم القوات الحكومية العميد عبد المجلي أوضح أن القوات مسنودة برجال القبائل تحولت في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشا مؤكدا أن المحافظة عصية على الميليشيات الحوثية ووضعها مطمئن بنسبة كبيرة الهزائم الحوثية الفادحة تمثلت في النزيف الحاد للمقاتلين حيث أشارت مصادر الصحفية إلى أن قتل الميليشيا في محافظة مأرب خلال الشهر كامل تجاوز الألف ومئتين بخلاف الأسرى والجرحى وهو ما يفسر تكثيف اللقاءات القبلية الموسعة لتحشيد المقاتلين والدفع بأبناء القبائل إلى محارق الموت وطريق لا عودة إلا جثثا هامدة الانتصارات الميدانية في مأرب حركت الجمود الحاصل في جبهات أخرى حيث شهدت الجبهات الشرقية والغربية لمحافظة تعز تسديد ضربات محكمة في صفوف الميليشيا الحوثية واستعادة مواقع هامة في جبهة الأشروح ومقبنة غربية المحافظة وبالنظر إلى الانتصارات الميدانية في غضون فترة وجيزة يطالب خبراء عسكريون بعدم استجداء المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب كما طالبت الحكومة بذلك مؤخرا خصوصا وأن لديها أوراق الضغط الناجعة بينها الانسحاب من اتفاق سويد وإعطاء الضوء الأخضر لجبهات كافة بتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وتوجيه البوصلة صوب استعادة العاصمة صنعاء تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب وعدم التعاطب إيجابية مع الدعوات الدولية إلى وقف هجومها العسكرية يؤكد أنها لن تقبل بأي تسوية سياسية إلا بوجود قوة تردعها على الأرض كي تدرك حجمها الطبيعي كما حدث مؤخرا في محافظة مأرب فهل تعيد الحكومة الأمور إلى نصابها وتساهم في تحرر القوى الوطنية من الاتفاقات المشبوهة ورص الصفوف لبتر الذراع الإيرانية في قلب العروبة النابض وصلت إلى مأرب قافلة غذائية سيرها أبناء محافظة أبيل لدعم أبناء مأرب والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مأرب وأكد القائمون على القافلة أن معركة مأربية معركة كل اليمنيين والدفاع عنها واجب وطني على كل أبناء اليمن لحماية الجمهورية واستعادة الدولة من قبضة الميليشيا التي عادت في البلاد الفساد كما أكدوا مدى أهمية وتأثير جبهة مأرب بالنسبة لجميع محافظات الجمهورية مشادرين على ضرورة تحمل الجميع من مسؤوليتهم في دعم جبهات المواجهة لميليشيا الحوثي وفكرها الدخيل محيين صمود وثبات قيادة ورجال مأرب وعزيمتهم في خوض المعركة ضد الحوثيين حتى تحقيق النصر ووأد المشروع الإيراني في اليمن في الظالع تعمدت ميليشيا الحوثي الالهابية إحراق عدد من مزارع القاد في وادي الخرازة بقطاع حبيل العبدي شمال قعتبة جنوب محافظة الظالع وأكد عدد من مزارعي القاد بالمنطقة أنه لو لا تدخل بعض الشباب من قبيلة الليث الذين سارعوا بإطفاء النار بالمياه لكن الوادي احترق بالكامل وخلف آثار كارثية على القرى والمراضق المحيطة هذا وتسعى ميليشيا الحوثي الإرهابية بأعمالها الترهيبية هذه إلى ضرب واستهداف الحاضنة الشعبية للقوات المشتركة بريف قعتبة في محاولة بائسة لإخضاعهم لسلطتها القمعية وفي تعيس تواصل المواجهات في جبهة عدة في ظل تحقيق القوات الحكومية تقدمات خلال الساعات الماضية وفاد مراسلنا أن مواجهات دارت بين القوات الحكومية والميليشيا الحوثية في فرزة صلعة والقصر الجمهوري في الجهة الشرقية من المدينة وكانت مصادر عسكرية ذكرت أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير المناطق والمواقع في جبهة الأشروح وصولا إلى مشارف منطقة الطوير الاستراتيجية إلى ذلك تعاملت القوات المشتركة مع التحركات ومحاولات تسلل الميليشيات الحوثية وكبتتها خسائر بشرية في مدينة الحديدة العلام العسكري القوات المشتركة أفاد أن الميليشيات كثفت تحركاتها مع الدفع بتعزيزات إلى ثكناتها قرب خطوط التماس ومحاولات تسلل يائسة في قطاعات شارع صلعة والصالح وكيلو 16 مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في القطاعات المستهدفة وجهت ضربات المركزة بالأسلحة والعيارات المناسبة على ثكنات وأوكار وتجمعات الميليشيات مقاعة قتلى وجرح في صفوفها وإفشار مخططاتها ولفتا إلى أن كل تحركات الميليشيات في مدينة الحديدة كما هي مختلف جبهات الساحل الغربي مرصودة لدقة الأمر الذي يفقدها دائما عنصر المباغة ويجعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة الممسكة بالزمام السيطرة على كامل خطوط التماث وفي حيث جنوبي الحديدة أصيب مواطن بشضايا جراء استهداف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة وقال مرسلنا أن المواطن منصور فتاني عكيش أصيب بشضايا سلاح 23 أثناء وجوده قرب مدرسة النهضة على الخط الرئيس وسط مركز المدينة وأضف أن المواطنين أسعفوا الجريح إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالي قال لتلقي العلاج استشهد ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في ظل الانفنات الأمني الذي تشهد محافظة إب الخضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية وذكرت مصادر محلية أن انفجار عبوة ناسفة وضعت قرب مدرسة مجمع الميثاق التربوي في السحول شعيب يافع أودى بحياة الأخوين محمد وفواز البشاري بالإضافة إلى طفلة كانت متواجدة في مكان الانفجار في ظل استبرار دفع الميليشيا بأبناء القبائل في المناطق الخضعة لسيطرتها وتناثر أشلائهم في الشعاب والوديان على أسوار مأرب دعت حملة ألكترونية شعبية تحت وسم الحوثي يقتل عيال الناس القبائل إلى عدم ترك أبنائهم فريسة للحوثي حيث يتخذ منهم وقودا لحربه العبثية على الجمن والجماليين أكثر من ألف قتيل من الأطفال التي زجت بهم الميليشيا الحوثية في جبهة مأرب وجعلتهم يواجهون الموتى في الخطوط الأمامية بعد أن غررت بهم بدورات طائفية وأجبرت القبائل على الدفع بهم إلى المعركة تحت مسميات مختلفة ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة شعبية خلال الساعات الماضية تحت وسم الحوثي يقتلوا عيال الناس لتعريف العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية بحجم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق اليمن القاطنين في مناطق سيطرتها من خلال الزج بهم إلى محارق الموتى التغريدات حملت رسائل عدة منها إلى الآباء والأمهات وأخرى للمنظمات الحقوقية والإنسانية تحت عنوان أهلنا في المناطق المحتلة من أذناب إيران لا تدفعوا بأبناؤكم لقتال إخوانهم اليمنيين الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم لتخلصكم من الجوع والمعاناة التي جلبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وسدل مغردون آخرون بالضغط الذي مرسته بعض الأسر في الأيام الماضية في مدينة الحزمة على الحوثيين أعاد عدداً من الأطفال من الجبهات لا يزالون على قيد الحياة وركزت الحملة على دعوة أبناء القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا حماية أبنائهم بعد أن أدركوا زيفة شعارات العصابة الحوثية الكهنوتية وما تقوم به من تفجير للمساجد ودور القرآن ومراكز التحفيظ وتحويلها إلى ثقنات لعناصرها في ممارسات دخلة على المجتمع اليمني المحافظ وهو ما يسجب على الجميع مواجهة هذه الفئة الباغية ويعادة الأمور في اليمن إلى نصابها معنا عبر الهاتف وزر الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة مرحبا بك معنا أآ برأيك إلى متى سيظل أبناء القبائل مرهونين للرغبات الحوثي ويدفعون بفعل ذات أكبادهم إلى الموت مرحبا بكم والمشاهد الكريم بالنسبة لما يحدث اليوم من استخفاف بالدم وإقحام الأطفال ومغرر بهم تحت الحاجة والفقر إلى توم الجبهات وإلى نار الصراع هذا الأمر لا يكلف عبد الملك الحوثي ولا سلالته أي ثمن لأنه كما يقول المثل الدم من اليمني والحجر من إيران فالأمر عنده لا يختلف ولا يقلقه ولا يؤرقه اليمنيون يعني هو يسر ويرتاح حينما يرى الدماء اليمنية تسيل سواء الذين يقفون ضده أو الذين يقفون معه هو لا يكترث بأحد هو عنصري حاقد مريض يحقد على اليمنيين يرى أن الله سبحانه وتعالى كرمه عليهم وأنهم لا بد أن يكونوا عبيدا وأن يكونوا من شيعته وأن يكونوا رحمة إشارته وأن الذي لا يرضى بإمامته وسيادته هو خارج على الله وعلى الرسول وعلى القرآن وعلى الإسلام وبالتالي نعم كيف يتم التعامل مع الأطفال والمغرر بهم الذين يسرعون في تسليم أنفسهم خصوصا وأن غالبتهم مجبرين على القتال مع الحوثي كما قلت لكم عبد الملك الحوثي لأنه حاقد وقلبه مليء بالغيظة على اليمنيين فهو يرسل حتى الأطفال ليموتوا مع أنه يعرف أن الأطفال إذا دخلوا المعارك وبين النار والرصاص يموتون لكنهم لنسوا أبناء ولا يبتلك بهم نحن نأسف حينما نرى هؤلاء المغرر بهم يسقطون من أجل هذا الحاقد الكهنوتي الإمامي البغيظ الأدافي في إيران عميل الصفويين نحن والله نأسف وهم في الأخير يعني أهلنا وأبناءنا وأناس من شعبنا وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الكل وهو يرى هذا المجرم يسوق الناس للقتال والصراع والدم ولا يشبع أنهم سيفيكون وينتبهون لأبنائهم وإخوانهم ويمنعونهم من يعني الزهاد مع هذا المجرم الحاقد الذي لا يقيم حرمة للنفس ولا للدم يعني من 2004 وهو يدخل قرية ومدينة ومديرية ويسقط العاصمة ويدمر المدنيين والعسكريين والبيوت والمساجد والسياسيين والصحابين والمرأة يعني هذا درس كافي أن هذا مجرم وأنه لا يرعوي وأنه لا يقيم وزن لليمنيين ولا لدمائهم هو يعني يسر حينما يراهم يموتون سواء من الذين معه أو من الذين ضده ويسر بهذه المناظر وبهذه الأشلاة ذلك يفتح المقابر ويكسوها بالأخضر ويشيع القتلى ويكسو السيارات بالأخضر لأنه مبكه مبكه لما يجري هذه مهمته وهذا قلبه نعم شكرا لك وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة كنت معنا عبر الهاتف وصفت مجلة فورين بوليسي خطة بايدن للتعامل مع المنف اليمني بالفاشلة باعتبار أن واشنطن لا تملك سلطة على ميليشيا الحوتي ولا على الممول الرئيس لها إيران في قراءة دقيقة لما حدث في اليمن منذ تسلم إدارة بايدن السلطة في البيت الأبيض وصفت مجلة فورين بوليسي سياسة الأمريكية الجديدة بالفشل وعدم قدرتها على وضع حد لنهاية الحرب في البلاد ومرد ذلك وفق الصحيفة هو أن ممارسة الضغوط حقيقية على جانب واحد فقط هي وصفة للفشل ودعوة للطرف الآخر لمضاعفة قتاله وهكذا فهم الحوثيون الرسالة فمنذ إعلان واشنطن وقف دعم العمليات العسكرية في اليابان كثفت ميليشيا الحوثي من هجماتها بالصواريخ الباليستية والطيران المسير على محافظة مأرب وأشارت الصحيفة إلى أن أفضل أمل لممارسة ضغط مثمر على الحوثيين هو بذل جهد دولي حقيقي بقيادة الولايات المتحدة للحد من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن حيث أثبت تقرير الخبراء الأمميين داخل جمهورية إيران منخرطون في إرسال مكونات أسلحة وأسلحة إلى الحوثيين كما كشفت عمليات اعتراض البحرية الأمريكية في بحر العرب خلال السنوات الماضية عن ضبط واحتجاز أكثر من عشر شحنات أسلحة إيرانية تحتوي على صواريخ كروز للهجوم الأرضي وصواريخ أرجو وصواريخ كروز مضادة للسفن وتابعت صحيفة بأن قرار إدارة بايدر رفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب الأمريكية سمح لها بمضاعفة أعمالها القتالية وتساءلت لماذا نتوقع أي شيء آخر من الحوثيين إنهم يرون ضغوطا هائلة على رياض في حين شطبت واشنطن تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ولفثت المجلة أن بلينكين محق في أن إنهاء لا يتطلب أولا إنهاء الحرب لكن ممارسة ضغوط حقيقية على جانب واحد فقط هي وصفة للفشل وأفضل أمل لممارسة ضغط مثمر على الحوثيين هو بذل جهد دولي حقيقي بقيادة الولايات المتحدة للحد من تدفق الأسلحة الإيرانية ووقف فكرة تصدير الثورة إلى جنوب شبه الجزيرة العربية النشرة مستمرة وفيها الحوثيين قضي اتفاق صيانة خزان صافر النفطي مجددا وكارثة بئية وشيكة في البحر الأحمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي موسيقى من جديد منعة ميليشيا الحوثي الارهابية وصول فريق فني لصيانة خزان صافر العام مبالة شواطئ الحديدة بما يهدد بكارثة وشكة وأكد وزير الإعلام أن ميليشيا الحوثي تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة صافر ومنعت مجددا وصول فريق فني تابعا للأمم المتحدة إلى الناقلة النفطية بغرض مباشرة مهمة التقييم والصيانة وباتت الميليشيا الإرهابية تتخذ من الناقلة قنبلة موقوطة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث للعواقب الخطيرة للتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة وكانت الأمم المتحدة كشفت الأسبوع الماضي عن عراقية الإضافية جديدة وضعها الحوثيون أمام وصول البعثة الفنية الأممية إلى سفينة صافر النفطية الأمر الذي أدى إلى إلغاء موعد توجهها لتقييم وصيانة الخزان المتهالك الرسي قبالة سواحل الحوثي وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة السودانية الخرطوم في زيارة تستغرق بضع ساعات لعقد قيمة ثنائية مصرية سودانية وأدت الزيارة لبحث عدد من الملفات المشتركة أبرزها سد النهضة الإثيوبي إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبلي تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان وأكدت دعم مصر للمقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في ملف سد النهضة كما اتفق السيسي والبرهان على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النير الأزرق وفي تطور اللافت عرضت الأمم المتحدة الجمعة المساعدة في كسر جمود التفاوض بين الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كم من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار وفي أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 36 حالة إصابة جديدة وأوضحت في حسابها على تويتر تسجيل 30 إصابة في حضر موت و5 في عدن وبحدة في شبوة وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة وأربع شفاء جميعها في حضر موت وبذلك ارتفع أجبالي الحالة المؤكدة إلى 2411 منها 648 وفاة وألف واربعمائة وتسع وثلاثون حالة تعافن إلى ذلك أكدت مصادر في كلية الطب جامعة عدن إصابة 5 من طلاب الكلية بفيروس كورونا قبل يومين عقب إجراء الفحص اللازم لهم بعد ظهور الأعراض عليهم وضفت المصادر أن عمادة الكلية أعطت إجازات للطلاب الخمسة دون أي إجراءات تحص زملائهم المخالطين واستمرار العملية التعليمية وأشرت إلى أنه رغم استمرار تسجيل إصابات بكورونا وفق إحصائيات اللجنة الوطنية العليا للطوارئ إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس كما جرى خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس العام الماضي وعالميا يقترب المصابون بالفيروس التاجي من حاجز 117 مليون إصابة في وقت يشهد العالم موجة جديدة من الوباء أدت إلى عودة عدد من الدول لتشهيد الإجراءات فيما ظهر سلالة جديدة من الفيروس في دول أخرى ونقرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 تجاوز 116 مليون و762 ألفا فيما تجاوزت الوفيات مليون و593 ألف شخص ووصل عدد ما تم شفاءهم من المرض إلى 92 مليون و360 ألف شخص وفي ظل استمرار تفشي الوباء بريطانيا تسرع من إنتاج لقاحات مضادة للسلالات المتحورة من كورونا كوفيد-19 والصحة العالمية تجيز لقاحاً روسياً وتقول أنه لا داعي لتجربته سريرياً في ظل تزايد عدد السلالات المتحورة من فيروس كورونا المسبب للمرض والهواجس من أن اللقاحات لن تكون قادرة على تحصين المواطن ضدها قالت مجموعة متحالفة من الدول تضم بريطانيا وسنغفورة والنمسا أنه يجب أن توفر شركات تصنيع اللقاحات المنتجة للقاحات معدلة تليلاً قوياً بأن الجرعات الجديدة منها تعطي حصانة هائلة كي تتم الموافقة عليها وكالة الرقابة الصحية في بريطانيا قالت أيضاً أنها ستتبع إجراءات أسرع من الموتاد للموافقة على لقاحات معدلة للتصدي لسلالات كوفيد-19 المتحورة الجديدة كي تكون في متناول المواطنين بشكل سريع وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية وأنوهت أنه لن يكون من الضروري إجراء دراسات سريرية لا تقدم إضافة لفهم الجهات التنظيمية لسلامة اللقاح وجودته وفعاليته وكانت الوكالة الأوروبية قالت في وقت سابق أنها أطلقت اختباراً سريعاً للقاح الروسي وتضم المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة يأتي ذلك فيما أعلنت الإدارة الإقليمية للمنظمة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع من جديد وبشكل لافت في أوروبا بعد 6 أسابيع من التراجع وقال رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كولوجي نراحظ تجدد للطفرة الوبائية في أوروبا الوسطى وشرقية حيث كانت المعدلات مرتفعة أصلاً وقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتخفيف تدريجي لتدابير الإغلاق المفروضة للمكافعة كوفيد-19 في ألمانيا في مواجهة الاستياء العام فيما دعا رئيس جو بايتن إلى الحذري واحتج على رفع القيود الصحية في بعض الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبره كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين سابقاً لأعوانه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل مبادرة شبابية لطلاب جامعة أبيان ردمي الحفر في الطريق الدولي الرابط بين محافظتي عدل وأبيان اشتركوا في القناة نحن نازحين من مدينة موزاق نقدنا إلى مدينة القراحي وإنا لا نقد أي شيء لا طرابي لا بطانيات لا فرش الحالة كما تشوفوا أنتم ليش عدنش حلقاً ما أنتم الآن تشوفوا تقول صلروا كل خيب وهم لا يدري أين المعونات نسمع أن يقود معونات من ربما قمة الإنسان لا ندري أينها لا تقود أي معونات تقل الله من تقل الله في هذه المواطن المشاهدة بجهود ذاتية بدر مجموعة من شباب جامعة أبيان ومعهم شباب آخرون لردم عدد من الحفريات المنتشرة على الخط الدولي الرابط بين محافظة أبيان وعدن المؤدي إلى مدينة شقرة الساحلية ومحافظة حضر موت والبيضاء والمهرة وسلطنة عمالة ورد تسبب في الكثير من حوادث السير المأساوية مع استمرار عزوف وإهمال الجهات المختصة والسلطات المعنية بصيانة الطرق والحفاظ عليها بادر مجموعة من شباب جامعة أبيان ومعهم آخرون من أبناء المحافظة إلى العمل على ردم عدد من الحفريات المنتشرة على الخط الدولي الرابط بين محافظة أبيان وعدن والمؤدي إلى مدينة شقرة وحضر موت والبيضاء وسلطنة عمال قينا من أقل تصليح الخط الذي راحت فيه أرواح كثيرة ونريد الدول والوقوف راح وعملها ولا نريد شيء آخر منها ونحن طلات ورغم من شغالنا ودراستنا وذا تركناها وقينا من أقل تصليح الخط من أقل الأرواح التي راحت كم من أرواح كل يوم يقى أخبار على الناس توفى كذا توفى كذا اقتلبت سيارة اقتلبت ذا من أقل الحفر قمنا نحن الشباب بعمل خيري في ردم الحفر التي هناك ترواح الناس ونطلب من الدولة وسلطان المحلية أن تقوم بهذا العمل مقابل هذا الشيء أو تدعم في هذا الشيء هكذا أدى الإهمال لفترة طويلة إلى تمدد الكثبان الرملية على طول هذه الخطوط الدولية إضافة إلى ظهور عدد من الحفريات المعيقة للسيرة والمتسببة في حدوث الكثير من الحوادث والخسائر التي شهدتها هذه الخطوط خلال الأيام الأخيرة المنصرمة قمنا بردم الحفر بشكل لايق إن شاء الله وعني الطريق طويل والعملنا حتى مش بيين لأنه اشتيا دعم كيف هو من الدولة هذا واقب الدولة أن تقوم بهذا العمل لكن إن شاء الله قطينا على المهم وأشكر الشباب الذين يقومون به بالجهد هذا يعني سد الحفر هذه اللي تسبب لحوالة كثيرة في الخطة عدن أبيان ونشكرهم على ما يقومون به وأنا بالنسبة لي من الأشخاص اللي أسوا معي حادث بسبب هذا الحفر في الجنب اليمين والحمد لله يعني سلمنا من الحادث والعمل اللي يقومون بصراحة عمل قبار ونشكرهم عليه ونتمنى من الحكومة والجهد المختصة أن يقومون بعمل مثل هذا أو يدعموا الشباب أو يقومون بصليح الخط من يوم عرفت نفسي أنا واصل في هذا الخط راح واقي لعدن والخط يعني رمه لأجهة معنية اهتمت لنا لا سلطات لا دولة ولا شيء وبارك الله جزاء الله الشباب الذي قابوا وصلحوا سمنت يعني من قيوبهم وصلحوا الخط جزاءهم الله في خير ونتمنى من كل إلى من يهمه الأمر أن ينظر عليهم بنظرة حسنة المبادرة الشبابية هذه التي تنفذ بمساهمة من قبل تجار مدينة جعار وفاعلية الخير لاقت استحسان مستخدمي الطريق من سائقين ومواطنين خصوصا بعد قطع شوطا كبيرا في إعادة الترميم وبإمكانيات بسيطة لتحقيق هذه المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى حث المواطنين والشباب على البدل وخدمة مجتمعاتهم المحلية فادي بيجاش لقناة اليمن اليوم أبياني خبرون اقتصاديون يحذرون من تواصل انهيار العبلة الوطنية ويكشفون أسباب استقرارها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية وتواصل حبلة جبايات حوثية لدعم جبهة المنهارة في مأرب ومنشدات في عدن لدعم محطات توليد الكهرباء هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في الملف الاقتصادي جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلية حيث حذر خبراء اقتصاديون من تواصل انهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق وصادم دون تدخل من الحكومة لعودة استقرارها والتي تنعكس بدورها في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات ويتجه الريال نحو الانهيار واقتراب من سقف التسعمائة ريال مقابل الدولار الواحد في عدن وعند سقف الستمائة ريال في صنعه إلى ذلك كشف الخبراء أن تصوير ميليشيا الحوثي بتحكمها بالسياسة النقدية واستدلالها بانخفاض سعر صرف الريال في مناطق سيدرتها تعتبر مغالطات حيث أنها تحصل التعامل بالطبعات القديمة في مناطق سيدرتها ولمحدودية المتاح منها فإن ذلك يخلق طلبا محدودا على العملة الصعبة بما لا يتسق مع حجم السوق واحتياجاته ويلجأ التجار لطلب العملة الصعبة من المناطق المحررة ويتقدمون بطلبات تغذية تكلفة السيراد من البنك المركزي في عدن لتمويلها من الوديعة السعودية والتي يغذي حسابات البنوك في الخارج بالدولار بالإضافة إلى عدم سرف المليشي المرتبات في مناطق سيدرتها ذات الكثافة السكانية العالية والذي يعد واحد أسباب انخفاض تدور الطبعات القديمة والطلب عليها وبالتالي انخفاض الطلب على العملة الصعبة كشفت إذاعة سام الحوثي أنها جمعت 30 مليون ريال من المواطنين خلال حملة دشنتها لغرض دعم المقاتلين في مارب يأتي هذا في وقت تواصل مليشي الحوثي فرض جبايات مالية وعينية على التجار ومختلف شرائح المجتمع لدعم جبهتها المنهارة في مارب إلى ذلك كشفت مصادر محلية أن المشرفين الحوثيين عبدالجليل الشامي وحافظ سفيان انتزع نحو 150 مليون ريال من أسر المغتربين في مديرية النادرة والشعر بمحافظة إب بحجة وجوب دعمهم لما يطلقون عليه المجهود الحربي يشكو المواطن في عدم الانقضاعات الطويلة للتيار الكهربائي واصلت إلى أكثر من خمس ساعات متواصلة في اليوم وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء إن نفاذ امدادات الوقود هي السبب الرئيس لانقضاع التيار الكهربائية مناشدة كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة توزيد المحطات بالديزل تفاديا لخروجها عن الخدمة وإيجاد حلول من شأنها التأمين وصول وقود محطات التوليد قبل نفاذها وكانت مصادر في شركة مصفات عدن كشفت عن وجود باخرتين في ميناء الزيت تحمل الأولى 40 ألف طن من مادة الديزل والأخرى تحمل 12 ألف طن من مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء في عدن والمحافظة المجاورة لها وسيجرى تفريق حمولتها بشكل سريع إلى خزانة المصفات تمهيدا لتغذية محطات الكهرباء في عدن والتخفيف من الانتفاءات الثقيلة التي عاش المواطنون خلال الأيام الماضية تضمح الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي لا تحقيق معدل نمون اقتصادي عالي هذا العام بعد أن شلوا باكو فيد ناينتين الاقتصادات العالمية على مدى عام كامل وكشف رئيس الوزراء الصيني أن بلاده تضمحه لتحقيق معدل نمون يزيد على 6% رغم الشكوك التي ما زالت تحيض بالاقتصاد العالمية بسبب تفشي وباء كورونا ومعاناة العديد من الدول والاقتصادات العالمية جراء الجائحة يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في وقت سابق أن تحقق بكين هذا العام نمون بنسبة أكثر من 8% وآخيرا قفزت أسعار النفط حوالي 3% لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين وذلك بعد قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل وزادت العقود الآجلة لخام برينت دولارين واثنين وستين سنة ليصل سأل التسوية إلى تسعة وستين دولارا وتسعة وثلاثين سنة للبرميل وهو الأعلى على الإطلاق منذ يناير 2020 فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاران وستة وعشرون سنة لتجري تسويته عند ستة وستين دولارا وتسعة سنتات للبرميل النشرة انتهت عدت اللعنون قتلى وجرح حوثيون بالعشرات والميليشيا تواصل الزجة بالجحافلها إلى الموت في مأرب حملة ألكترونية تطالب القبائل في مراطق الميليشيا بحماية أبنائهم وعدم السماح لهم بالقتال مع الحوثي مجالة أمريكية تصف خطة بايدن للسلام في اليمن بالفاشلة والمشجعة لاستمرار جرائم الميليشيا النشرة انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة